أوصت اللجلة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزام ومباشر من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوبيتش إن من يعرق العملية الانتقال السياسي في البلاد سيخضع للمساءلة الدولية الانتخابات كان الملف الأبرز الذي ناقشه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جونيف انتخابات تتفق أغلب الأطراف الليبية على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل أما من يعرقل هذا المسعى فسيخضع للمساءلة الدولية يقول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تتم في موعدها أولئك الذين سيعرقلون عملية الانتقال السياسي في ليبيا سيخضعون للمساءلة الوصول إلى تنظيم الانتخابات في موعدها مرتبط بعدة عوامل لكن أبرزها هو اتفاق الأطراف الليبية في أقرب وقت على القاعدة الدستورية للانتخابات حسب المبعوث الدولي نظرا إلى الموعد النهائي المحدد في الأول من يوليو والجدول الزمني للانتخابات المنصوص عليهم في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار فإن مغادرة سويسرا في نهاية هذا الأسبوع من دون اتفاق ليس خيارا مطروحا لذلك في حال تعذر الوصول إلى إجماع سيكون عليكم الاتفاق على آلية لاتخاذ القرار من خلال التصويت على المقترحات المحددة ومن بين التوافقات في اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي رفع توصيات متعلقة بشروط الترشح للرئاسة وأخرى بتنظيم الانتخابات العامة توصيات ستحول إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدراستها وتشمل شروط الترشح للرئاسة وتتضمن أن يكون المرشح فيها غير حامل لجسية أخرى أو متزوجا من غير ليبيا مع ضرورة الاستقالة من المؤسسة العسكرية في حالة الفوز ولا يقل عمره عن 36 سنة وأن لا يكون مدانا بحكم قضائي نهائي مع تقديم إقرار بالممتلكات المالية أما توصيات الانتخابات فتتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزام ومباشر وبنظام القوائم وتأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات أما البرلمان فيتشكل حسب التوصيات من غرفتي النواب ومقره بنغازي والشيوخ ومقره سبها أما الانتخابات فتجري عن طريق الاقتراع العام مع تخصيص 30% للمرأة و3% لكل مكون ثقافي معنا من بنغازي رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح أستاذ جمال أهلا وسلم بك على سكاي نيوز عربية توصيات ملتقى الحوار السياسي في اليوم الأول إلى أي حد كانت عنده مستوى تطلعات برأيك نعم مساء النور مسام أنا في اعتقاد وفي ظني أننا كنا نتفائل كثيرا بمخراجات ملتقى الحوار السياسي لكن للأسف هو هناك بعض النقاط الحاول تمريرها في مجمل هذه التوصيات فيما سألتنا للأسف أن حتى اللجنة الشارية التي كنا نعاول عليها كثيرا في إعداد قاعدة دستورية للأسف أنها حاولت أن تأخذ أمور شبه أنه هو إعلان دستوري جديد نحاول حتى يمر بما سألتنا أن المجلس النواب يقوم بغرفتين سنرجع عن نقطة هي مجلس النواب ومجلس الأهل للدولة لذلك هي للأسف في اعتقادي هناك بلود كثيرة يتفق عليها جميع الليبين ولكن في بعض البنود التي وضعت الآن للأسف وهي محل خلاف كبير وهي مسألة المجلس النواب وكذلك الصلاحيات الرئيس القادم كذلك المسألة المهمة أن يدخل الرئيس القادم بقائمة تتكون من نائب رئيس وكذلك نائبين عن الشرق والغرب لذلك نحن للأسف رجعنا إلى المربع الأول خلينا نأخذ نقطة نقطة سيد جمال اسمح لي على المقاطع أنت ذكرت فيما يتعلق بغرفتين مجلس النواب في بنغازي والأخرى في سبهة للشورى يعني من مزعج في هذا الموضوع؟ لا شوفوا حتى من ناحية القانونية ومن ناحية الدستورية هذا يعتبر إعلان دستوري جديد ونحن لدينا إعلان دستوري سابق لذلك المشكلة سنخش في صدامات أخرى لذلك كثرة الأجسام في هذه المرحلة هي المرحلة لا تحتاج إلى مجلس من غرفتين بل تحتاج إلى مجلس نواب يعطي الشرعية لرئيس الحكومة التنفيذية في حال قدم رئيس الدولة حكومتها كذلك مسألة تمرير التشريعات المعنية بتنظيم الحالة الليبية لذلك للأسف وهذا التمرير مره جماعة الأخوان المسلمين نحن نتحدث على مشروع الأخوان المسلمين صرف في هذه المسألة لذلك حاولوا الأخوان المسلمين تمرير هذا المشروع حاولوا كثير من النقاط أن يكون الانتخابات الرئيسية نحن نعلم أن الكل يريد انتخابات رئيسية حاولوا أن يجعل الانتخابات الرئيسية بشكل قائمة لا أعتقد أن هذا في أي عالم في أي سياسة أن يدخل رئيس الدولة بقائمة رئيس حكومة ونائبين لذلك صراحة كل الآن ما يتداول هو التمرير جماعة الأخوان المسلمين جماعة الأخوان المسلمين لا يريدون انتخابات لا يريدون أن يكون هناك انتخابات مباشرة ولا يريدون حتى يكون رئيس للدولة منتخب عن طريق الشعب جماعة الإخوان المسلمين يريدون إفساد الانتخابات للأسف وتضيع فرصة جماعة الإخوان المسلمين على رأس من سيد خالد المشري صرح من خلال يومين عبر كلوب هاوس بأن في حالة أن هذه الانتخابات جاءت لشخصية بعينها سيتم الانقلاب ولا يتم الاعتراف على هذه الانتخابات وهذا التصريح رسمي وصريح من جماعة الإخوان المسلمين هذه الأفت واضحة أستاذ جمال ولكن هذه مجرد توصيات ستذهب إلى مجلس النواب وأيضا إلى مجلس الدولة وبالتالي هناك مجال لإشهار الفيتو شوف هو بالنسبة لا نحتاج إلى مضع الوقت مرة ثانية نحن مجلس النواب لدينا قاعدة دستورية معدلة مسبقة وهي مقرارات لجنة فبراير التي تم تضمين في إعلان الدستوري السابع كذلك لدينا قوانين معنية بالانتخابات لدينا قرار مجلس النواب قرار رقم 5-2014 من نفس الشيحة حتى هو يتحدث عن انتخابات رئيس رئاسية مباشرة من قبل الشعب الليبي لذلك نحن لا نريد مضع على الوقت من جديد كذلك حتى مخرجات ملتقى الحوار السياسي بما يخص القاعدة الدستورية هي حتى ترجع إلى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليه وعطاها الصبغة الشرعية لذلك نحن للأسف أن حتى مجلس الملتقى للحوار السياسي يصبح لدينا إشكالية فيه وهي إشكالية الإخوان تواجدهم وعرقلتهم لذلك نحن نطالب مجلس النواب نطالب رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح باسمه وصفته بأن يعتمت القاعدة الدستورية الموجودة هي مقرارات لجنة فبراير لسنة 2014 التي تم تضمينها في إعلان الدستوري السابع وكذلك قرار رقم خمسة لسنة 2014 عن معني بانتخابات رئيس الدولة بشكل مباشر لذلك نحن مجلس النواب هو الآن يمتلك الصفة الشرعية وذلك حتى باعتراف الدولي الآن بمجلس النواب وشرعية مجلس النواب يظل هو المجلس الذي يمتلك الشرعية وعطاء الصفقة الشرعية لجميع القرارات والقوانين لذلك هي هي حتى مسألة الرجوعها ترجع إلى مجلس النواب ثم يتشاور فيها ثم نجد رواحنا في مضع الوقت ثم نرجع من جديد لمسألة تأجيل الانتخابات تأجيل طرح الاستفتاء سيد جمال اسمح لي تأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات هذا كان يراهن عليه ربما جماعة الإخوان المسلمين أن يكون قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآن تم تأجيله ضمن التوصيات ألا يعطي ضمانة حقيقة بأن هذه الانتخابات ستكون على هوى الليبيين وليس على هوى جماعة الإخوان لا لهم جماعة الإخوان يلعبوا بالعديد من الأوراق أول شيء يحاول أن يمر المسواد الدستورة أن يكون لستاء على مشروع الدستور أول ثم نذهب إلى الانتخابات الرئاسية فاشل هذا الخيار ذهبوا بخيار تاني بأن الرئيس القادم يكون رئيس نجلس النواب القادم يكون مجلس نواب من غرفتين وكذلك الرئيس يدخل الانتخابات الرئاسية بشكل قائم وكون على ثقة ستفشل كل هذه الخياراتهم وهم يعلمون الحرب لأن من خلال تصريحاتهم واضحة أنهم غير رغبين في هذه الانتخابات لكنهم يحاولون أن يعطوا بمعنى بعض القرارات أو بعض الأمور التي نعتقد بأنها فعلا قانونية ودستورية ولكن في حقيقة أمرها هي مسألة تضييع الفرصة وتضييع الوقت أنا لا أعتقد في اعتقادي بأن الأخوان المسلمين سوف يرضون بالانتخابات ولا يرضون أن نتأجر لكن هنا نقطة سيد جمال هنا نقطة هنا نقطة أوضحها المبعوث الدولي قال بأن من يعرق العملية السياسية سيتم مسألة دوليا هذا الكرت هل أثبت نجاعته في الأزمة الليبية برؤيك هو إلى اللحظة ما زلنا نحن ننتظر في العقوبات بصراحة تصريحات سيد خالد المجلس كانت واضحة وكانت فيها فعلا معرقلة من شخصية يعتبر مسؤولة في الدولة الليبية وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة صرح وكانت تصريحات واضحة وسيستقدمون العنف لذلك كانت تصريحات نحن نطالب فعلا المجتمع الدولي والمجلس الأمن في اتخاذ إجراءات بخصوص هذه التصريحات والتي تنم على مسألة تعارقي الانتخابات وكذلك تنم على العنف الذي سوف يستخدم بحالة أن فشلهم في الانتخابات القادمة لذلك كل القرارات وكل قرارات مجلس الأمن يجب الآن تطبيق على المعارقلين فعلا من شخصيات سواء كانت هذه الشخصيات مسؤولة في الدولة الليبية وتمتلك صلاحيات أم كانت شخصيات إعلامية ورأينا بعض الشخصيات تهدد في حالة أن ترشحت شخصية معينة بذلك سيتم أحراق البلد ولن يرضون بهذه النتائج لذلك للأسف نحن الآن نضع مجتمع الدولي أمام سؤوليات وفق القرارات التي اتخذت في السابق سواء قرارات مجلس الأمن 25-71 وكذلك مخرجات المؤتمر برنين 1-2 التي تنص على أن فرض عقوبات لكل من يعرقل لعملية الانتخابية والمصار السياسي السلمي لذلك هناك نقطة مهمة جدا وهي مسألة إلى خلق فوضى أمنية حتى أعطاء طابع بأن لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى الأمنية كذلك نحن نريد أن نؤكد من خلال الرسالة المصربة لجهاز المخابرات الليبية التي سربت التي كانت مواجهة إلى رئيس الحكومة بأن هناك تحركات تنظيم القاعدة في الغرب الليبي توحي بتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية في الغرب الليبي وبالتحديد عاصمة نارس هي أنا فأعتقادي بأن هذه الرسالة تم فبركاتها من أجل بأن يقوموا فعلا ببعض العمليات المفضلة في الغرب الليبي هو الترابس من أجل أن إعطاء بأن الترابس غير آمن والمنطقة الغربية تحت وطأة الهجمات الإرهابية لذلك هم كل الفرص يستخدمون فيه وبالدليل أن تم إطلاق صراح مجموعات متورطة في عمليات إرهابية في المدى الماضية من مدى الترابس لذلك كل الإشارات التي تتوحي أن فعلا يحاول استخدام هذه المجموعات من أجل أن أعطاء صورة بأن الوضع غير آمن وغير مستقر ذلك أنه يحاول أن يلعب بكل أوراق هذه الجماعة للأسف أنها للأسف تنادي بالديمقراطية وتنادي بالدولة المدنية وهي تستخدم الدكتورية وتستخدم العنف وتستخدم في إراق الدماء المسلمين ما السيناريوهات سيد جمال في أجوة الاجتماعات التي تجري الآن في جناف هذا الملتقى الحوار السياسي خصوصا فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي يبدو عليها خلاف كبير وربما تأخذ وقت من المدولات ما السيناريوهات المطروحة برأيك في ظل الضغط الدولي من أجل تمرير هذه القاعدة هناك كثير من الوطنين في الملتقى الحوار السياسي رفضهم بصراحة بكل الاقتراحات التي قدمت إليهم لنعلم بأن كل جدل كان حول مسألة الاختيار الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر للأسف نحن نتفاجأ بأن هناك مقترحات قدمت وهي بمثابة إعلان دستوري جديد لذلك هناك الكثير من الموطنيين توصلنا معهم سيرفضون هذه المقترحات وفي حال أن حتى تم اعتماد أنا هنا أعتقد بأن لا نتم اعتماد ستذهب بعد المقترحات وستذهب القاعدة الدستورية إلى المجلس النواب لكي يتم اعتماد وفي حال هذه ستم رفض لذلك زي ما ذكرت لك بأن هناك شبه إجماع من شخصيات وطنية داخل الملتقى الحوار السياسي بصراحة رفض تمرير هذه المقترحات نعتقد بأن هذه المقترحات جاءت مفاصلة من جماعة الأخوان المسلمين بتحديد وهي المجموعة الموجودة في ملتقى الحوار السياسي والذي تحاول حتى تعرق وتفشل ملتقى الحوار السياسي من داخله لذلك كل ورقات مهية فعلا ورقات مفضوحة ونحن الآن من خلال هذا المنبر نطالب المجتمع الدولي وكذلك بعث الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءاتها واتخاذ القوانين التي أصدرت من أجل كل من يعرق الانتخابات أو كل من يعرق عملية سياسية السلمية كذلك نحن نطالب المجلس النواب نطالب المستشار عاكيل الصلاح بأن يتم اعتماد القاعدة الدستورية السابقة الموجودة التي هي من قرارة لجنة فبراعي 2014 وقرار واضح هذه نقطة واضحة لشأن انتخاب الرئيس شكرا جزيلا لك سيد جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية كنت معنا من بغازي شكرا لك